محمد العمراني بوخبزة عميد كلية الحقوق بيتيتوان عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي ضعف الحكمة كان عنده تأثير كبير على مجموع الأوراش الإصلاحية الكبيرة اللي خداها المغرب على المستويات المتعددة سواء تعلق الأمر بإصلاح التعليم أو تصلح المجال ديال الصحة أو المجال ديال المقاولات إلى غير ذلك دائماً كحاضر هاد الموضوع ديال الغياب أو ضعف الحكمة اللي تمت الملاحظة دياله وتتم الإجماع حولها هو كان من بين الأمور اللي جعلت المواطن كيتوصلوا واحد القناعة بأن الأمور ما كتمشيش كما يجب بل أكثر من ذلك لاحظنا أن هناك غياب تيقاد المواطن المغربي في كل ما كيتم الإعداد دياله وتخطيط له لذلك فمن أجل تجاوز هذه الوضعية التي هي لا تخفي على أحد لا ما يمكنش في حالي كان قوله أننا نخفيه الشمس بالغربال فمن أجل تجاوز كل ذلك اللجنة حاولت ما أمكن أنها تعالج هذه الوضعية من خلال تقديم مقترحات من بينها وهي مرتبطة بتقوية الديمقراطية التمثيلية وكذلك الاشتغال بشكل أكبر على الديمقراطية التشاركية هذا الأمر ما يمكنش يتحقق إلا من خلال أن تكون هناك قناعة بكون أن الديمقراطية التمثيلية هي أساسية وما يمكن تجاح إلا من خلال المؤسسات السياسية الرئيسية وكي يبقى على رأسها هو الأحزاب السياسية أو ما يسمى أو ما يمكن أن يسميها بالمؤسسات الوسيطة يجب إعادة التقى للمؤسسات الوسيطة الأحزاب السياسية لا غنى عنها هي تلعب دور مهم في هذا المجال لذلك هناك مجموعة من الحلول المرتبطة بهذه المؤسسات السياسية لما المفروض أننا ندعمها وأننا نعيدوا التقى فيها وأن تكون هذه المؤسسات قادرة على إنتاج النخاب قادرة على استقطاب الكفاءات قادرة على تقديم أفكار من أجل تنمية المغرب كذلك أن الديمقراطية التشاركية هي أساسية بالنسبة لمغرب الغد بحيث أن الإيمان بالديمقراطية التشاركية سيمكننا من خيرات المواطن في تدبير العام وأن يكون قريب من المشاكل التي يجب أن نتوحد من أجل مواجهاتها في هذه الوضعية العامة التي تحدثنا عليها لجنا أنها اعتبرت أو اعتمدت واحد الخيار الذي كان اعتبره أنه مهم جدا وهو يتعلق بصياغة ميطاق من أجل نموذج تنموي هذا الميطاق الذي يمكن أن يشكل مرجعية وخطة طريق من أجل مغرب الغد هذا الميطاق الذي يخص جميع الأطراف سواء الأفراد أو المؤسسات جميع القوى الحية داخل المجتمع مطالبة أنها تملك هذا الميطاق من أجل التنمية هذا الميطاق الذي كما قلت هو خارطة طريق ولكن ما يمكن أنها تقوم بالوظيفة ديالها إلا إذا أننا فهمناها وأننا استوعبناها وعرفنا شنو هي الفلسفة والخلفية اللي تحكمت فيها إذن هذه الآلية غادي تعمل على إعداد التقارير سنوية حول المصار المصار ديال التنزيل ديال النموذج التنموي إذن فهذا الآلية صراحة أنها غادي تمكن للمغرب أنه يتجاوز الاختلالات والهفوات اللي عرفتها عملية التنزيل ديال الأوراش للإصلاح الكبرى فالتغيير هو كيحتاج للسمرارية كيحتاج للوحد المتابعة وهذا هي الغاية من هاته الآلية اشتركوا في القناة